اشتركوا في القناة انها ملحمة مليئة بالاشراق والحكم استمدت ابيات ووحي هذه الملحمة من روح اسطنبول المليئة بالاثار الفنية الخالدة ان اسطنبول التي تحتضن الاثار الحية لمغامرات وذكريات الانسانية القديمة تسير نحو القمة في مسرح المستقبل باضافة قيم جديدة على قيمها السابقة تمثل اسطنبول الوعي لقدرتها على تجديد نفسها ونشر اسيل السلام لكافة ارجاء العالم يعتبر كل حي في اسطنبول مدينة بحد ذاته وتشكل هذه الاحياء مرآة المدينة التي تعكس صورة هذه الاحياء وفي هذا الاطار يتسم حي امين اونو بنمط خاص ويحتل مكانة هامة في هذه المرآة تم تسمية هذا الحي في العصر العثماني بهذا الاسم لتواجد مقر الجمارك البحرية وامانة الجمارك فيه ثم اصبح احد اقضية اسطنبول المركزية ابان السنوات الاولى من تأسيس الجمهورية الحديثة ان اهم سبب اعطاء امين اونو مكانة متميزة هو احتوائه على الكثير من الاثار التاريخية الهامة التي ما زالت قائمة حتى هذا اليوم ومستمرة بتقديم عطاءاتها للانسانية يمثل مسجد والده جامي المعروف باسم الجامع الجديد يني جامي في امين اونو وبدون شك يعتبر اهم المباني المشيدة في هذا الحي الشهير لقد وضع حجر اساس هذا المسجد ومدرسته الذي يتميز باسلوب البناء التقليدي من قبل الصلاطين العثمانيين في عام الف وخمسمائة وسبعة وتسعين ولم يكتمل تشييده الا بعد مرور ستة وستين عاما نظرا لانقطاع العمل فيه لشتى الاسباب وصفت صفي ارول التي جعلت اسطنبول ملحمة في قصصها هذا المسجد قائلة ان جماله يشبه جمال الحب المستعصي في القلوب